تحتدم في نفوسنا مشاعر متباينة التأثير فبين فرح وشجن تنبض القلوب باسم العراق فتدول خطوات الارتقاء على سلم موسيقى القيثارة التي غذت أرواحنا بألحان الفوز والتأخل وإلا يمكن لها الغناء بمرافقة تشيع أحمد راضي ورحيل ناظم شاكر فإنها لن تتوانى بأن تطلق نشيدا غير محرم السمع ولا مثيرا للإشمئزاز استقلال طهران هو الحاجز الذي ليصعب عبوره بعد أن شخص الغني ما يوصله لشهد النقاط الثلاثة برهان استجابة الأدوات رغم فاصل زمني لم يتح الاستشفاء والهدف هو الاتيان بما لم تأتي به أندية أخرى إذ أن دور الستة عشر هو المراد ندرك تماما أن المنافس القادم هو يختلف من حيث الأمور الفنية والخططية عن المنافس النادي الأهلي علينا أن نحضر اللاعبين ذهنيا وخططيا ولو بفترة قليلة جدا لكن استجابة اللاعبين بالمباراتين السابقتين كانت جيدة نوعا ما ونالت استحسان المتابع الكريم نحن حازمين على تحقيق نتيجة إيجابية بهذه المباراة ظهرنا مستوى جيد مباراتين السابقتين أمام الأهلي علينا الاستمرار بهذا الأداء مبارات الاستقلال تعتبر مفصلية في الجانب الآخر يبدو مدرب الاستقلال يعود به الحنين عندما توجى فريقه باللقب مرتين ويزعم اليوم دراسة أداء الشرطة وقد ينتفع بالراحة الأطول التي توفرت له ضمن جدولة المباريات ويريد أن يكون العصر تتغلغ من أوتار القيثار احتمالات التأهل معقدة في هذه المجموعة بعد انسحاب الوحدة لكن من الناحية الأخرى استفدنا نحن بفترة راحة أطول بين المبارتين غير أننا لم نلعب تنافسيا لفترة طويلة فريقنا يشعر بالإثارة لأننا فزنا باللقب مرتين ويمكننا التأهل للدور الثاني والمنافسة على اللقب كان مفيدا أن نرتاح لعدة أيام شاهدنا المبارتين للشرطة وتمكننا من تحليل مصادر القوة والضعف لديهم نحن جاهزون لهذه المواجهة ونرغى في تحقيق نتيجة جيدة امضي أيها الغني رفقة أصحاب الرداء الأخضر الذي نريد من صبغته الانطلاء على واقعنا ليغدو سهلا بتضاريس الفوز والفرح لتحقيق إنجاز غاب ناديويا وننتظر من رجال الشرطة محاصرة الهدف وإلقاء القبض على نقاط المباراة عدي حتم العراقية الرياضية